اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان شاء الله كل يوم ما بكل يوم كل يوم بس معظم الايام متكتورا ندا الملّة صبحت الله بالخير دكتورا وكل عام انت بخير صبحت الله بالنور والسروية محمود ومساككم ورد وطاعة وإيجابية في يوم الأحد اللي يحبها كل أحد هاي بداية موسم جديد إن شاء الله يكون موسم جميل وإيجابي ومثمر وتستفيدوا من برنامجنا المتواضع برنامج صحة وسعادة له برنامجكم في المقام الأول حياتك الله محمود وولكم باك وحمد الله على السلام من رحلة ابن بطوطة رحلة شو؟ ابن بطوطة على طاري ابن بطوطة نحن منسير عند أسمى الجناحي معانا على الخط أسمى بتعطينا الفقرة الخاصة بالسوشال ميديا صبح جلال بالخير أسمى صبحكم الله بنور والسرور يا رب هلأ يا أسمى نورت الإذاعة بصوتك يا أسمى انزين يا أسمى شو عندنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أول شي بقلكم بشكل عام يعني أبرز الأشياء اللي صارت في الصيف يعني الناس تهدي في الصيف لهم واحد دينا أول شي كان المرحلة الثانية من تطبيق مشروع تلامه صحيح في كل مراكز قطاع رعاية الصحية الأولية ومستشفى دبي ومركز دبي بالسكري فكلهم فيه لكي يستخدمون النظام سلامة ممتاز فباقي المرحلة الأخيرة وبتكون شهر نظام بر لكن نحن لابا أقول للناس أنه في أول زيارة لهم للمركز راح يجتاد الموظف أن يحدث بياناته يضيح بيانات مهمة للطبيب في مرحلة العلاق فيصبرون علينا شوية في الزيارة الأولى غير هذا أنت كان لدينا فعالية على شاطئ المنزر هي عن فوائد جوز الهند أغلب الناس ما يعرفون أن الجوز الهند فوائد كبيرة ويحتوي على معاهد مفيدة للإنسان جميل محمود كان موجود أمس صح؟ صورتك في الانستقرام باليوستين في إيده عقبال الحرمتين يعني هذا الصحة وسعادة آه أوكي نسيت فيه سعادة في موضوع لا أنت قلت معلومة زينة حق الحريم البارحة أسمع قلت معلومة زينة حق الحريم لهو يصفي ونقل بشرة ماء جوز الهند فعلا محمل الحريم سمعت أن المضيفات ترى يشربون ماء جوز الهند عشان يحافظون على بشرتهم في الطبقات الجوية العليا بعد وهذه الأمور دائما ينصحونهم أن يشربون جوز الهند بشكل مستمر يقولون هدي البان بعد أسمع نحن نبغي ننوه أن العيادة الذكية تغير موعدها كانوا الناس متعودين أن هي كل أردع صارت يوم الاثنين دقاء مباشر مع الأطباء في العيادة الذكية ونتمنى أنهم يساعدوننا في اقتراحاتهم نحن نحو نغير الاسم نحن نغير وغير هذا فيه برنامج بعد غير يوم العيادة الذكية وهو يوم الأحد فيه قيادات في خدمتكم كل يوم أربعة من الساعة 11 لين الساعة 12 فيه لقاء مع أحد قيادي هيا صحة فيه لقاء مباشر على انستجرام لايب ريسكوب لايب وتويتر فكل أسبوع نعلن نونقل وقائد اللي بيكون في هذا الأسبوع ونستقبل كل الأسئلة شكاوي ملاحظات اللي في خاطرهم يخبروننا مصنعهم طيب هذا أحمد العلي يقول منور يا شيخ الشباب مبروك على الزواج مقدما هو يفاول يعني هو يتمنى أن يكون حرمتين مرة واحدة ونخطب مع رسالتنا نبدأ دخل موضوع الزواج ونخلص تراه والصوات في حرمتين على الخط عندك دكتورة ما نزوله ووجوده شو رسالتنا يا أسما قولي رسالتنا هي اجعل من يوم الأحد بداية سبوع مميزة استسم رتب أموك وعمل هم شيء لفتسامة لا فضفوك يا أسما شكرا أسما بس نذكر بحسابات الهيئة حساباتنا على سبوتر نستقرام أما على اليوتيوب واللينكدن والفيسبوك هو دبيها الثاثرتي أو هيئة الصحابة دبي هيئة الصحابة دبي أو دبيها الثاثرتي و دي اتش اي اندرسكور دبي شكرا لتش اسم الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحابة دبي كانت معنا عبر الهاتف أيضا دكتورة نحن نذكر بأرقام التواصل معنا هيئة ما ذكرناهم عشان تواصلهم معنا أبا عرف أنت حافظ الرقم بعدني حافظ الرقم كم؟ على أربع صفر صفر ستة و موجودين لايب على أكاونت هيئة الصحة على أكاونت نور دبي في الانستجرام باتر إن شاء الله هيئة الصحة بعد ما ندخل بعد لايف باتر إن شاء الله فتواصلهم معنا باقتراحات مناحضات شكر حاب أنت تشكرون أي حد أي موظف أي مستشفى أي عيادة حاب أنت تشكرونهم احنا نستقبل هذا و نوصله للمعنيين زيت الله خير يا دكتورة قلت في دراسة حديثة تشير إلى أن الطراب النوم عند الأم الحامل يزيد من خطر الولادة المبكرة حيث توصلت هذه الدراسة أن طرابات النوم ممكن تزيد من خطر الولادة المبكرة وهي الولادة التي تحدث قبل الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل طبعا عايا الباحثون بيانات ألفين وميتين وخمس وستين امرأة حامل جرى تشخيصهم بطرابات النوم مثل الأرق انقطاع التنفس في أثناء النوم يعني التناخر يعني ممكن لا ثم قاموا بمقارنتها مع بيانات المجموعات الأخرى من النساء اللي يعانين من الطرابات في النوم ويعني للا يعانين يعني أنه عندهم مشاكل مقارنة بلا ما عندهم هالمشاكل أي فشو حصلوا؟ حصلوا أنه عندهم عوامل خطورة الولادة المبكرة مثل في أشياء خاصة بهذه الوحدة اللي اتدخن أثناء الحمل ارتفاع ضغط الدم وأشارت النتاج إلى أن معدل الولادة المبكرة بين نساء المصابات بالطراف النوم قد بلغ 14% في حين بلغ معدل الولادة المبكرة في المجموعة الأخرى 10.9% بحسب البحثي فإن هذه الأرقام تشيري لأن خطر الولادة المبكرة يتضاعف بأكثر من مرتين عند النساء المصابات بين قطاع التنفس في أثناء النوم ويتضاعف بمقدار مرتين عند النساء المصابات بالأرق ويقول المعد الرئيس الدراسي اللي هو جينيفر فيلدر الباحث في مجال الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الطراب النوم هو عامل يمكن ضبطه يمكن ضبطه أو التخلص منه وبالتالي تجنب المخاطر المرتبطة به والله هذا موضوع حتى مو بس للحوامل النوم يأثر في حياتنا كلها محمود في إنتاجيتنا حتى في إيجابيتنا ترى تلاحظ الناس الإيجابيين دائما يحصلون على ساعات كافية من النوم سبحان الله فترة النوم التي ننام فيها في الليل في مجموعة إنزيمات وهرمونات تفرز خلال الليل تجدد الخلايا تجدد عضاء الجسم الجسم يبني نفسه من جديد خلال النوم ويعطي تأثير المهدأ عشان أصحى الصبح وأكون بنشاط فتشوفوا حتى قلة النوم النساء المصابات من قطاع التنفس أو لو عندهم أرق عندهم خطر الإصابة مرتين أن يدخلون فيه ولادة مبكرة فاستغلوا ساعات النوم النوم بالليل جميل يعني لازم نأخذ على الأقل ثمان ساعات من النوم محمود في الليل ويكون النوم متواصل في ناس ينامون ساعتين وينش نص ساعة أو ساعة وينام مرة أخرى ساعة أو ساعة ونص هذا نوع من أنواع الطرابات النوم لازم يكون متواصل يعني شو الواحد ممكن يسوي في ثلاثين ثانية دكتورة خبرينة شو ممكن نسوي عشان نام نوم صحي أولا ابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية الهاتف الآيباد التلفزيون على أقل ساعة قبل ما تنام لتخفيف أثار الأشعة رقم اثنين هاي مكان النوم يعني خليه تخافت ما في صوت ما في إضاءة السرير مريح درجة الحرارة مناسبة كل هالعوامل اشرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد في النك تتهيئ للنوم وأهم شي لا تكلم ناس أنت ما تحبهم أو زعلان منهم قبل النوم ساعة لأنه يخليك تفكر طول الليل وما تنام أنت شو تسويين كل هذا؟ أنا هي أنا عندي تقوس للنوم أنا أحب النوم فعندي تقوس للنوم أفا عليك اليوم ساعة كم تنامين أنت؟ تسعة ونسب عشر ساعة تسعة أنا دا قلت تيلفون تيلفون انت رسائلانت في الليل عموما زاتي الله خير دكتورة نحن نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتحدث عن العديد من المواضيع اللي موجودة عندنا أول شيء ما نتكلم عن مبادرة عطاء وسعادة وبعدين ما ننتقل إلى الموضوع يعني موضوع الرئيسي للفترة هذه اللي هي الحج ما نتكلم عن الحج وفي نصائح ورشادات طبية وغذائية في هذا الموضوع ما نعطيكم إياها بشكل عام فبعد الفاصل بيكون معنا سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع فيها يتصحها في دبي وما نتحدث عن مبادرة عطاء وسعادة فاصل وراجعين صحة وسعادة رجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة قبل ما نطلع الفاصل برنامجكم بيكون عندنا فقرة جميلة عن مبادرة جميلة بس قبلها خلونا أذكركم رقم التواصل معنا على الهاتف 600-55-14-14 والرسالة النصية على 4006 تزامنا مع المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتبار عام 2017 عاما للخير وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوضع إطار عمل لتفعيل مبادرة عامل عطاء أطلقت هيئة الصحة بدبي مبادرة عطاء وسعادة وهي تجمع للمرة الأولى قطاعي الصحة الحكومي والخاص لمساعدة المرضى المعسرين والتخفيف عن كاهلهم اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وشراكاء الاستراتيجيين يستروني يكون معانا في الاستوديو السيد سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية ومجتمعية بهئة الصحة بدبي صبحك الله بالخير وخي سالم ونور الاستوديو بوجودك خير ونور الله يسلمك أول شي تعطينا فكرة عن هذه المبادرة شوي مبادرة عطاء وسعادة من هم مستهدفين منها يزاكم الله خير بس على المقابلة هذه برنامج أو مغابلة أو سأعطاه سعادة هي مبادرة من مبادرات عام الخير لهيئة الصحة والمبادرة هي من البرامج اللي تنفذ بها إدارة التنظيم الصحي وهي أحد مبادراتهم المبادرة تهدف طبعاً للتعاون مع المستشفيات الخاصة ومقدمي الخدمة في إمارة دبي وتهدف إلى تقديم خدمات أو مبادرات دعم ومبادرات اجتماعية يعني صحية بالتنسيق مع إدارة التنظيم الصحي تم التنسيق مع إدارة التنظيم الصحي ممثلة في الأخت مريم المرزوقي بتشكيل فريق عمل لمقابلات أو لإجراء مقابلات وحصر المبادرات اللي هي في الميدان بالنسبة للمستشفيات الخاصة هاي كمرحلة أولى إن شاء الله والمرحلة اللي هي إن شاء الله بتكون فرزة للمبادرات هذه وإطلاقها رسمياً إن شاء الله ممتاز الفئة المسادفة من هذه المبادرة طبعاً حركزاً السنة أو المرة هذه بيتكون على المرضى أو المعسرين اللي هم في إمارة دبي ممتاز طبعاً من الأخوة المقيمين في الدولة وبعض الحالات المواطنين يعني بتهدف المبادرة طبعاً دايماً أن كل مستشفى له خصوصية معينة في بعض البرامج فكل مستشفى نحن في الاجتماعات اللي مرينا وياهم يعني حددنا أو هم حددوا شو البرامج اللي هم يقومون بها وشو اللي يقدرون يعني يساهمون فيه في دعم أو سعادة المجتمع إن شاء الله طيب أستاذ سالم يعني نحن ذكرنا أن هذه من المبادرات الأولى اللي يتم فيها جمع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لتقديم مثل هذه يعني أقدر أسميها الهدايا الخيرية إذا انصح التعبير طيب هنا أريد أن أسأل يا ترى كم عدد المستشفيات اللي مشاركة في هذه المبادرة وشو هي المستشفيات وشو هي الخدمات بالتحديد اللي بيتم طرحها من خلال العلاج أو مبادرات العلاج الخيرية في هذا المجال نحن حصرنا يعني بالتنسيق وإدارة التنظيم الصحي حصرنا تقريبا 26 مستشفى ومركز صحي في إمارة دبي اجتماعنا لغاية الحين مع العدد الأكبر منهم عرضنا عليهم الفكرة طبعا حصرنا الترحيب قوي يعني ومبادرات من المستشفيات الخاصة كل مستشفى طرح شكل متهول مجموعة برامج كان يقدمها بطريقة اجتهادية من خلال المسؤولية المجتمعية في مارة دبي وحصرناها بعض المبادرات تم حصرها لغاية الحين إن شاء الله بنطلقها خلال شهر تسعة كبرامج يعني لكل مستشفى يختص فيها يعني إن شاء الله يعني أنتوا في هالمبادرة جمعتوا المبادرات المجتمعية لكل من المستشفيات المشاركة معاكم في هذه المبادرة فعشان يكون تحت مضلة وحدة واعتقد يكون تنسيق أفضل لهالمبادرات المجتمعية بدأ ما يكون كل واحد اجتهادا منه فيكون تحت مضلة وحدة هني دكتور أنا بغي أسأل حتى يعني إذا فيه مستشفيات أو عيادات تبغي تشارك معاكم ضمن هذه المبادرات شو المفروض يسوون بعد كذلك أصلا هل المجال مفتوح لهم؟ طبعا هم مفتوح لحنا يوم ما نزلنا الميدان يعني مرينا على بعض المستشفيات وجدنا أنه في تواصل بعض المراكز يعني اللي هي أصغر شوية من المستشفيات على استعداد يقول إحنا عنا مبادرات اجتماعية أو مبادرات إنسانية نبغي نكون طرفيها يعني فبدينا ننسقوا بعض المراكز الطبية والسوء يعني اللي هي عندها استعداد إن شاء الله يعني تواصلون مع المكتب عندكم ها؟ هي مع المكتب ومع الأخت مريم اللي هي في دارة التنظيم الصحية هو لازم فيه اشتراط معين يعني أنا لو عندي عيادة أو مستشفى أحابة أدخل ضمنها المبادرة لازم يكون في مثل سقف معين للمبادرة المجتمعية مالتي أو مبلغ معين حطنا أو عندي فئة مستهدفة معينة شو الشروط عشان أنا أقدر أنضمنها المبادرة؟ في البداية إحنا جئولتنا قلنا شو مبادراتكم اللي موجودة؟ إحنا ما شترطنا للمقدمي لخدمة هذه أي شروط في اختيار المريض أو شو المبادرة نوع المبادرة اللي هم يحابين خلتهم مثل مفتوحة يعني عشان لضم أكبر كمي بس يعني الميزة الإيجابية بتكون أن مثلا المستشفى الفلان اللي هو مشارك في المبادرة وعنده مثلا خدمة مثلا أقول حوامل المستشفى الثاني ممكن ما عنده علم أن المستشفى الفلاني بيكون عنده الخدمة هذه فبيكون فيه تواصل في المبادرة هذه أن كل مستشفى بيعرف الخدمات المميزة اللي موجودة في المستشفيات الأخرى ممكن يكون فيها يعني شكرا ما تقول حلقة وصل للمبادرات هذه يعني ممتاز ممتاز أهني الناس اللي ممكن هذه المبادرات تستفيدون منها لين يتوجهون منو يقابلون كيف ممكن يشاركون في هذه المبادرات طبعا هو من خلال إطلاق المبادرة رسميا أو عدد المبادرات أو الفعاليات اللي بتكون موجودة بيحدد كل مستشفى وشو النشطة وشو البرامج اللي بينفذها وبتطلع رسميا إن شاء الله على مواقع الهيئة وعلى يعني التواصل بشكل عام السيد سالم يعني شو هي الحالات اللي ممكن نشهد فيها أكثر عدد من المبادرات نحن نقول شو المستشفيات اللي هي موجودة في الميدان اللي هي أبدأت استعدادها في بعض البرامج مثلا بعض المستشفيات قالت أنا بأخذ جانب الأطفال كباكيج معين أو كبتاز في بعضها قالت أنا بأخذ جانب اللي هم الأمراض المزمنة يعني كبرامج وفي بعضها يعني خدت يعني برنامج معين مثلا البرس كانسر أو السرطان الثدي تقول أنا بركز عليه في البرنامج هذا يعني وحتى المرضى اللي عندهم يعني حالات مستعصية طويلة الأمد أو طول الحياة لازم يتعالجون ممكن ينضمون لهذه المبادرة أمراض مزمنة يعني ترى هذه من ضمن المستشفيات اللي اقترحت أنها تكون أنا تقول أنا بأغطي البرامج هذه إن شاء الله طيب أنا هنا أبغي أسأل شو الشروط اللي أنتوا حاطينها للاستفادة من هذه المبادرة يعني هل هي معنية فقط للمواطنين أم المقيمين أم في شروط معينة حاطينها ضمن الاستفادة مثل هذه البرامج طبعا هي الشروط أنه يكون مقيم في إمارة دبي يعني تشت يعني شو كنا نقول يعني التأشيرة لقام الأشياء هذه العمل ممكن التأمين يغطي أو ما يغطي يعني التكلفة هذه يعني يكون فيه إحنا عملنا استمارة له دراسة الحالة بالتنسيق والمستشفيات هذه على أساس ما نفرض عليهم شيء هم عندهم خط معين يعني إحنا عطيناهم بس الخطوط العريضة للاختيار الحالات هذه كسوشيال ووركر أو دراسة اجتماعية ممتاز فيه سقف مالي محدد لمساعدة المرض مثلا عندنا في بطاقات التأمين سنويا في مبلغ معين هذا اللي ما نتجاوز في العلاج لكن بالنسبة لهذه المبادرة فيه سقف مالي أو اللي هي مثلا مفتوحة واحد اثنين شو عن أصحاب الأمراض المزمنة هذه اللي بعد فيه سقف معين لهم يعني نريد أن نعرف بعض الأشياء اللي ممكن ترد على بال المستمع الآن أنه يقول طيب هذه المبادرة موجودة كم بتدفعون ولا بتغطو لي كامل ولا فيه سقف معين هو طبعا ناقشنا هذه احنا في بعض الحالات اللي هي نحن قلنا أمارة دبي بتكون مغطاة بالتأمين بالتأمين لهم الحالات اللي هي حتى مع الأخوان في المستشفيات هذه ناقشنا فيها أنه إذا الصغف التأمين يغطي يعني لمت معين أو جزء معين فتدخل المبادرة هنا في تغطية الجزء الثانية من الحالات هذه متى بتبتدون إن شاء الله نحن مفروض أن على آخر شهر ثمانية تكون أكثر غلب المؤسسات هذه أرسلت مبادراتها المرحلة الآية بيكون فيها تنسيق المبادرات هذه وإطلاقها رسميا إن شاء الله خلال الشهر طيب سامحيني دكتور بس آخر سؤال ساسالم يعني في أقل من دقيقة عطنا بس يعني فكرة عامة عن مكتب الخدمات الإنسانية والأشياء التي تقدمونها طبعا مكتب الخدمات الإنسانية هو مكتب دعم الحالات الإنسانية اللي هي يترتب عليها رسوم علاج أو لها برامج علاجية يعني مزمنة وخطيرة مثل أمراض السلطانات وامراض اللي هي تحتاج دعم ومستمر يعني وعندنا بعض المبادرات المجتمعية اللي هي تنفذ باستمرار خلال العام هذا لعندنا أقرب مبادرة إن شاء الله فرحة العيد وهذه بالتنسيق مع شعبة الخدمة الاجتماعية أو في هيئة الصحة بننفذ فرحة العيد مع مركز المشاعر الإنساني اللي هم من أصحاب الهمم فبيكون فيه يومين تطوعي إنساني بيكون في المركز هذا بنخدم أكبر شريحة من أصحاب الهمم من فعالية يعني تفرحهم إن شاء الله ويكون يضفي عليهم فرحة العيد إن شاء الله الله يوفكم السلام باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي نحن شكرا لك تكلمنا عن مبادرات عطاء وسعادة والعديد من المبادرات اللي قدمها هذا المكتب اللي ما فيه بيبان أكيد له معروف مكتبكو ما فيه بيبان أخي سالم هذه السياسة العامة يعني سالم يعطيكم ألف عافية شكرا لك سالم عموما دكتور نذكر بأرقام التواصل 600551414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت نوردبي على الإنستجرام أبغي مداخلاتكم يا جماعة الخير لأن حينما نطلع على موضوع يديد اللي هو الحج نصايح ورشادات طبية وغذائية اللي عنده أي استفسار ممكن يتواصل معنا على 600551414 بعد الفاصل ونبغي رسائلكم نصية بعد كذلك أشوفكم اليوم نايمين بعد ناس السخن محمود غبنا عنه شهرين عشان هو أول حلقة يعني نزيل عموما فاصل وراجعين صحة وسعادة اشتركوا في القناة دائما إذاعة نوردبي طبعا هذه الأيام هي أيام مباركة أيام يعني كل المسلمين لها روحانية يسعدون فيها يعني هي أجرها مثل رمضان نحن وقف نعقب رمضان صح؟ ورجعنا لكم يعني وقفنا من عيد لن عيد تخيلوا يعني فهذه الأيام طبعا في لها بعض الشعائر اللي المسلم يسوي ومن ضمنها يعني الحج فبعد أيام قليلة إن شاء الله بيبدأ حجاج بيت الحرام بتأدية مناسك الحج اعتبارا من الثامن من ذي الحجة وبيستمروا لين الثالث عشر من ذي الحجة طبعا هذا الكلام لمين؟ لغير المتعجرين بالحج عموما نحن بنتكلم اليوم عن الحج فيه نصايح طبية عندنا فيه أشياء نصايح غذائية احتياطات غذائية أنا أتذكر يوم كنا في الحج عيش ولحم كل يوم محمون تريح كده تحج ولا تاكل ما حد ياكا في الحج عيش ولحم كل يوم عيش ولحم كل يوم غد عيش ولحم العيشة يقولنا عيش ولحم كترح مع العائلة الوالدة كانت موجودة لا لا ضمن الحملة ضمن الحملة بس كانوا ينوعون يعني مرة عيش ولحم مرة لحم وعيش مرة فوقا مرة تحتا بس عموما يعني أيام جميلة جدا هذه من أجمل الرحلات اللي أنا سويتها في حياتي أجمل شغلة سويتها في حياتي فاللي ما حج بعد صدقوني والله متحة ولا في حياتك ممكن تلاقي مثلها صحيح نحن ما مندخل في الجانب الروحاني في هذه المسألة معانا في السودو دكتور الهام النعيم خصائي أول طب الأسرة ومدير خدمة 24 ساعة في مركز البرشة الصحي صباح جل الله بالخير دكتورة صباح الخير يا الهام شكرا لك وأيضا معانا هناك رولا أبو غزالة خصائية التغذية العلاجية شوي بعيد علينا نشوفت ونسمعت صباح الخير صباح توردي يا سيدة رولا طيب ما نبتدي دكتورة ما نتكلم عن الأشياء اللي كان المفروض يساوون الحجاج قبل الحج بشكل سريع يعني وأيضا بعض الاشتراطات اللي مطلوبة لزيارة يعني الأماركة المقدسة هذه وشو الأشياء الواحد لازم يأخذها معه بسم الله الرحمن الرحيم طلعوا نفس ما تفضلتو فريضة الحج تجربة جميلة جدا وعشان الشخص يستمتع بالتجربة هذه لازم يهتم بأشياء معينة على ثلاث مراحل قبل ما يروح في رحلة الحج وأثناء تأدية المناسك الحج وبعد العودة من رحلة الحج فالبداية تكون عن طريق مقابلة الطبيب مشرف على حالة الشخص مناقشة الحالة مع الطبيب التأكد من استقرار حالته شكثره لائق طبيا للقيام برحلة الحج من ضمن الأشياء اللي يستعد فيها الحاج لرحلة الحج بعد أخذ التطعيمات التي ينصح بها في تطعيمات يعني تشترط وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أخذها من نسبة للحجاج أو إذا كان ما أخذ الحاج التطعيم هذا خلال الفترة المحددة لهذا التطعيم اللي مثلا مثل تطعيم الحمى الشوكية اللي هو يكون مفعولة يتم لثلاث سنوات فإذا كان الحاج خلال هالثلاث سنوات ما أخذ التطعيم ينصح أن يكون فيه شهادة تطعيم دولية تعطى من المراكز الصحية ومن العيادات اللي أخذها منها التطعيم وتبرز عند دخول الأراضي المقدسة ممتاز فشو التطعيمات الأساسية والتطعيمات الاختيارية إلا ممكن أن أخذها أو ما أخذها التطعيمات الأساسية هو التطعيم الحمى الشوكية مثل ما ذكرنا التطعيمات الاختيارية هي تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية ويوصى به فئة معينة من الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي أمراض السكر ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب اللي هم الأمراض التي تتأثر فيها المناعة لما يصى فيها الحاج بالإنفلونزا كم مدة التطعيمات هذه؟ الأنفلونزا والحمى الشوكية والمكورات الرأوية كم مدتها؟ الحمى الشوكية يكون مفعولها صالح لثلاث سنوات والإنفلونزا الموسمية كل سنة يكون فيه تطعيم لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير من سنة لن سنة ومن موسم لن موسم يحتاج أن الشخص يأخذ التطعيم كل سنة وفيه لقاح المكورات الرأوية أو النوموكوكل هذا اللقاح يعطى كل خمس سنوات للفئة العمرية اللي هي لكبار السن لأعمارهم أكثر من خمسة وستين سنة أو الناس تروح عمارهم ما بين ست سنوات إلى أربع وستين سنة بس عندهم أمراض مزمنة تأدي إلى نقص المناعة أو إضعاف المناعة بشكل معين صحيح طبعا كل حملة يكون لها طبيب حملة فيه وائد ناس ممكن تغفل عن أهمية دور طبيب الحملة هم يفكرون بس لو أنا مراض لازم أسير له لازم أتعرف عليه بس شو أهمية أن أنا أعرف طبيب الحملة قبل ما أسير وكيف ممكن أستفيد من طبيب الحملة الموضوع هذا جدا مهم دكتورة ندا لأن في البداية فيه ناس مثلا حالاتهم تكون جدا حساسة طلب متابعة مستمرة من طبيب الحملة يكون لائق طبيا بس حالة تكون يعني تحتاج متابعة أول بأول فلازم طبيب الحملة يعرف مثلا شو طبيعة الحالة شو التحاليل الأخير اللي سواها المريض أو الحاج قبل ما يصير الأدوية نوعية الأدوية كيفية حفظ الأدوية هذا بعد موضوع جدا مهم بالنسبة للحجاج الناس اللي يأخذون مثلا الأنسولين لازم يأخذوا معهم كمية أدوية كافية في نفس الوقت تكون طريقة تحفظ الأدوية هذه ما تضر بصلاحية الأدوية صكنة فولترين لين يوم الفولترين طيب نحن منتقل شوية دكتورة على بعض العادات الغذائية اللي يجب أن تتبع أول شي دكتورة نحن سايرين الحج نأخذ أكل ويانا ولا لا؟ لا طبعا لأنه في الحملات الحجاج دائما بيكون يعني بيوفروا الطعام والمأكل والمشرب بس لازم نعرف شو نختار من هاي الأكلات وأول نصيحة بحب أقدمها للحجاج عدم الإسراف في المأكل والمشرب يعني الاعتدال في الطعام عشان ما تعيق حركة الحجاج وما يسيبهم سوق هدم وعسر هدم ومع مراعاة قواعد التغذية السليمة يعني بالنسبة لحفظ الأطعمة ما يختاروا الأطعمة اللي صلها فترة بعيدة عن التلاجة وهذه الأشياء صحيح طيب الدكتورة الوقت الحين صيف زين؟ فالحرارة بتكون مرتفعة فشو تنصحين يعني الحجاج من ناحية التغذية شو يأكلون وشو يشربون؟ أولا بالنسبة للشرب الماء شرب الماء مهم جدا وذكرتوا أنتوا شغلة عن الكوكونوت ووتر أو ماء جوز الهند هذا كتير كمان يعني عالحي وين بايبون نارين في الحين؟ يخضون معلم محمود يخضون معلم يا محمود كشيح متوفر محمد الله لأن الحاج بيفقد كتير من السوائل والمعادن بعد صح فالكوكونوت ووتر أو ماء جوز الهند بيكون فيه البوتاسيوم كل هاي المعادن اللي بتعودوا عن هاي نحن فيه سؤال دائم يسؤولنا الحجاج يقولنا شو ممكن أنخذ سناك أو وجبات خفيفة سهلة الحمل خلال أداء المشاعر؟ شو ممكن يشل معه؟ شو ممكن يشل معه فواكه فالحر تخيس مثلا التمر مكسرات غير مملحة مثل اللوز الجوز هاي الأشياء هاي يعني بداء الكويسة الفواكه المجففة هاي ممكن تكون سناكس خفيفة مكسر الحاج وتكون في نفس الوقت ما تتأثر ويد بالحرارة يعني فواكه المجففة والتمر ما تتأثر بالحرارة وما تخترب أكيد وممكن مثلا بعض الخضروات الخضار كتير مهمة والفواكه للحاج عشان الألياف وكمان تحتوي على بعض المعادن والفيتامينات المهمة للحاج فممكن أنه مثلا الموز تفاح خيار جزر هاي الأشياء يعني شوفي دكتورة نحن أكثر من واقع تجربة زين في الحملة أكثر الحالات اللي شفناها أما اسهار أما أمساك صح في الحاج صح أكثر عشان تغيير العادات الغدائية زي برمضان أول فترة لأنه تغير علينا نظام الأكل نفس الشيء ممكن كتير بعض الناس ينصابوا بالإمساك الأمساك أهم شي شرب كمية كافية من الماء السوائل والألياف الألياف زي ما ذكرت موجودة في الخضار والفواكه فتناول كميات يعني كمية كافية وبالنسبة للإسهال ممكن الإسهال مثلا يكون السبب تسمم غذائي أو ممكن يكون يعني أمرات تانية فبالنسبة للإسهال تناول السوائل عشان تعويض الجفاف طبعاً ومنه ماء جوز الهند كمان كويس بالنسبة للإسهال كنا أتوا يبعون لا يبيعون الحين حتى العلب عضوية تكون يعني حتى مبنى معالجة علب الفواكه لا النارين شهرين يتم آآ دكتورة معقولة النارين ممكن يتم شهرين ما يصير فيه شسمة آآ النارين الجوز الهند تسألني شو النارين النارين الجوز الهند دكتورة ممكن تتم شهرين يعني إذا تم حفظها بشكل جيد صح وهي ماء جوز الهند هي من النارين يعني بفتحوا الثمرة آآ عرفت النارين يعني أنا برجع الدكتورة الهام انت تتحدثت يعان ما قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج نحن وين وصلنا؟ نحن بعدنا في الحج بعدنا في الحج نحن بعدنا في الحج شو الأشياء اللي لازم يسويها الحاج أثناء وجوده في الحج منها مثلا تجنب الزحام الشمس صحيح صحيح بالنسبة للحرارة الجو اللي ممكن يصادفونها الحجاج في هالفترة أول شي ننصح الحجاج أنهم يلبسوا ملابس قطنية لابس لونها فاتح صحيح وجود المظلة الشمسية جدا مهمة وتكون بعد ألوانها فاتحة مثل ما تفضلت دكتورة رولا بالنسبة لشرب الماء إذا كان في فترة مشي أو مجهود يبدل من قبل الحج لازم يكونوا على طول يشربوا ماء وهم يمشون إذا حسوا بأي أعراض تعب إرهاق إنهاك حراري دوخة إعياء لازم يخبرون الطبيب الحملة أو أي نقطة خدمات طبية موجودة قريبة منهم الشي الثاني بالنسبة للأغراض اللي يأخذونها معاهم الحجاج لازم تكون أشياء الشخصية معاهم ما يتبادلونها مع أي حد مهما كانت الظروف خاصة بعد التحلم للإحرام شفرات الحلاقة للمقصات تقليم الأظافر هذه لازم أبدا ما يكون في تبادل ما بينهم أي حد مهما كانوا يثقون في هذا الشخص لأن في نسبة أو احتمالية انتقال أمراض خطيرة مثل الكبد الوبائي وغيره وغيره فالأفضل أن كل شخص يكون أغراض معه من البداية وفي نصيحة مهمة دائما نعطي الحجاج بعد في العيادة أن في ناس تفكر لما تروح للحج يعني نظافة الشخصية تكون مش مهمة فكر أن أخوف يعني فكر أن أخوف يعني أنا بسير الحج لازم ما أشل معاي عناني شخصية صابون شامبو مزيرات عرق لازم تحافظ عن نظافة الشخصية هناك في الحج أدوات الإعلان الشخصية نستعمل لأني ناخذها معانا ولكن دائما يقول مفضل ما تكون معطرة ما تكون مثلا أمي بما في ريحة في ناس تلاقي صعوبة تحصل شيء ما في ريحة غير معطرة مثلا ما يكون ريحة ورد ريحة هنعود ريحة تكون العادية الطبية العادية يشلونها معاهم لأن النظافة الشخصية مهمة في بعض المنتجات يعني ممكن الواحد يستخدمها حتى وهو محرم صحيح غير معطرة غير معطرة وممكن يستخدمها طيب دكتورة ذكرتي عن تجنب باستخدام الأدوات الشخصية للأشخاص الثانيين أيضا في شغلة وايد مهمة أثناء يعني الواحد من يبتدي يتحلل من الإحرام لازم يشيل شعره بالضبط نعم بالموس وكذا في بعض الناس يتوجهون إلى أماكن غير مرخصة أصلا نعم في الشارع صحيح شفناها صحيح وهو أنه أسرع الموضوع هذا جدا خطير فعشان شذينا ننصح نحن الأشخاص لهم يأخذون أدواتهم الشخصية معاهم في كل مكان يعني حتى هنا في الدولة ساعات الواحد بس عشان يضمن سلامته يأخذ أغراضه شخصية معا لما يروح الحلاق شو الأمراض عشان الناس تعرف تستوعب ليش نحن نأكد أنه ما يستخدمون أدوات شخصية لغيرهم ويروحون حلاقين وجودين في الشارع فشو الأمراض ممكن تتقلهم بمجرد حلاقة شعر عادية أمراض خطيرة جدا مثل أمراض الكبد الوبائي أمراض نقص المناعة المكتسبة الـ HIV أو الـ AIDS صحيح الـ Hepatitis C الكبد الوبائي فالـ أمراض خطيرة جدا وممكن تؤدي بحياتها أكي طبعا الطيب.. طيب يأكل أكل أربيع اللي معاه لا طبعا لا زي ما يصير لشي شو الأمراض اللي ممكن نحن نصادفها من جراء التغذية غير السليمة أول شي عسر الهضم الإسهال أو الإمساك هاي أول شغلة ممكن إذا كمان في أطعمة معينة بتساعد على تقوية المناعة مثل الفواكه الخضار يعني تناول غداء صحي متوازن طيب ممتاز إذن نحن بس نذكر أن معنا دكتور رولة أبو غزالة خصائية التغذير جيبهية الصحة في دبي وأيضا معنا الدكتور الهام النعيم خصائية أول طب الأسرة ومدير خدمة 24 ساعة بمركز البرشة دكتور الهام طيب الآن خلصنا الحي خلصنا الأدوات الشخصية وفي بعد نقطة أحب أذكرها ما الأدوية اللي ممكن الأشخاص يأخذونها وياهم بشكل عام أبر فولترين ممكن أقول كريم الفولترين لأن الأشخاص يمشون مسافة فيه ناس مثلا مش متعودين يمشون مسافة طويلة فيصير عندهم تشنجات في عضلات الريل مثلا تعب آلام في المفاصل أبرت الفولترين منه بيعطيك أنت لو تأخذها؟ صكتنا صكت طبيب الحمد أعطانها أعطانها لا المشكلة أين؟ الدشين عنده تعبان يعطيك البرت أطلعي لحصان حصان ماشا مازاني أخذ فيك أجر بس وين؟ تعالي يوم بترد البلاد أعوذ بالله شي يستوي فيك تطيحة تطيحة نتكلم عن الموضوع جدا بس ما عندنا وقت واي دكتورة خلينا بس نستعجل من الأدوية الأساسية بعد مسكنات الآلام الخفيفة أدوية للإسهال أدوية للقيء مثلا وفي النهاية استشارة طبيب الحملة جدا مهمة لما يرجعون دكتورة على السريع لما يرجعون طبعا إذا ظهرت أي أعراض مثلا الالتهابات في الجهاز التنفسي زتشام مثلا يتوجهون لطبيب على طول في نقطة نحن وايد نحب ننوها لها اللي هي السلام على الحجاج لما يرجعون من الحج لو كان الحاج مريض فنقلل كثر ما نقدر نقلل مثلا العناق التقبيل مثلا عشان ما ننقل هنا العدوى للأشخاص الموجودين هنا سلم علي بخشم الودي ولعك صحيح إذا كنت مريض خيخ نزي دكتورة العيد خلاص يعني باقلنا شوية وندخل في موضوع الأضحية واللحم نزي رايش واللحم رايش واللحم رايش شو ممكن تنصحينا لبعض العادات السريعة الواحد لازم يتجنبها وبعض السلوكيات التي يجب أن يعززها أول شي بنصح أنه يتجنبوا الأطعمة الدسمة وكثرة الحلويات اللي هي شائعة كتير في فترة العيد يعني مثلا بدل اللحم الأحمر ممكن سماك دجاج ما يستوي عيد دكتورة ما يستوي طبعا هذا العيد أول يوم لازم اللحم الأحمر لازم أول يوم العيد بس نحاول يعني نخفف دسم يعني ما يكون فيه كتير دسم ونقلل الكمية بعد يعني ما ما تكون الكمية مفتوحة صحيح ونقلل الكمية ناكل كمان ننتبه أننا ناكل خضار معها صلاتها فواكه صحيح أول طب الأسرة ومدير خدمة 24 ساعة في مركز البرشة الصحي مشكورين وما قصرتو شكرا شكرا نسينا شيء والشيء كل شيء قلنا تابعون ضيفون شيء خلاص أنا بس بضيف بسرعة في فئات معينة من الحجاج في مثلا مرضى السكري مرضى القلب مرضى الكلة هدول فئة لهم تغذية معينة صحيح ولازم يراجعوا مع الطبيب قبل قبل الحج ياخدوا أدويتهم ما يكثروا من الحلويات بالنسبة لمرضى القلب برضو والضغط الدم ما يكثروا من تناول الملح ممتاز يعني بس وعلى نفس النقطة بعد أحب أذكر لمرضى السكر ياخدون أجهزة قياس السكر اللي عندهم موجودة عندهم بنفس الشيء بعد المرضى الضغط ياخدون أجهزة مؤنهم معاهم جميل نحن أذكر قبل أن نوصل هناك أعطونا بعض الدورات في السعافات الأولية والله دورات مهمة يا محمود كل الحجاج في الحملة فهنا نعاطينا يعني مثلا كيف التعامل مع مريض السكري كيف التعامل مع الذبحة صدرية أو إنعاش الرأوي نعم إنعاش الرأوي فهذه من ضمن الأشياء اللي يحطونا أيضا هام شيء عدم التأخر في طلب الاستشارة الطبية يعني أول ما يحس الشخص بتعب أو أي أعراب على طول يجب إعلام طبيب الحملة عشان من البداية يقدرون يسيطرون على الموضوع جميل هنا كل الشكر والتقدير لهذه الصحة لتقديم برنامج مهم ورائع عن خطورة الأمراض الجنسية لفئة المراهقين بمكتب دبي العامة فرع المنخول بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع قسم حماية الطفل يعني هذه البرامج جدا مهمة الواحد يعني حتى نحن نركز عليها في برنامج نبا إذن الله نزيل في شخص تصل كانت عنده ملاحظة على مركز البرشة نحن مشكلة أن الموضوع شوية كان كان موضوع الحج ما بغي ندخل معه لكن تواصلوا متواصل معه خاصة أننا ثنين مدر من مركز البرشة يعني فموضوعك محلولة إن شاء الله لا تحاتي وصلت خلاص مدام وصلت بعدنا وصلت وصلت أخوي خلاص إن شاء الله يا رب تكون يعني بداية تي بعدنا هتونا بعدنا نسخنا بعدنا باتر باتر إن شاء الله طيب ما دام أنت خلص الوقت الشاشة سكرت هاي خلص عيشة سكر الاستوديو قال خلص خلصوا عموما نزاكم الله خير المستمعين الكرام إن شاء الله باتر ما يتواصل معاكم نفس الموعد من الساعة 10 للساعة 11 دكتورة معانا بابتر إن شاء الله إن شاء الله ما بتعتدرين لا أنا ما اعتدر ها أقول كم مرة اعتدرتي للموسم من الطائف الأسبوع الأسبوع عليك يوم الأثنين يوم الأثنين ليش لا لازم يوم الأثنين يرادين عندنا حلقة أنا ما بكون موجودة وين مسافرة بعد مو مسافرة أنا شجع السياحة الداخلية بتكوني رادة من الحج ها الله يرزقني الحج إن شاء الله روحي الدكتورة ما بزين لا بس إن شاء الله السنة شو يظهر من أنشت عيشين السنة الله إن شاء الله يطول في عمر إن شاء الله وإن شاء الله وصحي ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد هذه تحياتي محمود يوسف العلي وشكرا لجدكتورة ندى الملة كانت معنا في التنسيق ميرا ميرا الاغفلي من زين وفي الإخراج عيسى سبيل شكرا لكم شكرا صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي